احوال الناس في رمضان جعل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان مضماراً لخلقه يتسابقون فيه لطاعته انتثالاً لقوله فاستبقوا الخيرات فسبق قوم ففازوا وتخلف أقوام فخابوا وقد أخبر سبحانه عن ثلاثة مواقف لعباده في تلقي أوامره وشرعه فقال سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فأنواع الناس في تلقي شرعه سبحانه ثلاثة منهم مقصر في حق خالقه وبعضهم آخذ بظاهر العبادة دون حقيقتها وثالث عالم وعامل بحقيقتها وحكمتها ومواقف الناس في صيام شهر رمضان ينطبق عليها ما تقرر سابقاً في ثلاث درجات أما صيام الصنف الأول فهو كف الشهوات فحسب وليس وراء ذلك شيء وقد أخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الصنف من الناس بقوله رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السار وأما صيام الصنف الثاني فهو كف الجوارح عن الآثام كغض البصر عما حرم الله وحفظ اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة وكف السمع عن الإصغاء إلى الحرام وكف باقي الجوارح عن ارتكاب الآثام وهذا الصنف ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني مرء صاهم أما الصنف الثالث فهو صوم القلب عن الأفعال الدنيئة والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله سبحانه بالكلية وقد وصف الإمام الغزالي صاحب هذه الرتبة بأنه مقبل بكامل الهمة على الله منصرف عما سواه متمثلا في كل ذلك قوله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين من عباده المخلصين فحقيق بالمسلم أن يربأ بنفسه عن صوم العوام وأن يأخذ بنفسه إلى مراتب صوم الخواص ليكون من المقربين عند رب العالمين وليصدق عليه قوله تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوحدون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر